ملابسات حادث انفجار الصهريج في منطقة الطالبية الذي وقع في الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الماضي سبب الانفجار في الصهريج يعود لأسباب فنية تتعلق في إجراءات السلامة والأمان التي أدت إلى تخلق ضغط الغاز وسخونة في الصهريج أدى إلى الانفجار تأكيدا على أن الحادث هو عرضي وليس جنائي أو إرهابي فقد تبت من خلال فرق العمل والمختبرات الجنائية والكيميائية عدم العثور على مواد متفجرة أو آثار للتفجير السبب الانفجار الحاصل هو عن تمدد الغاز الموجود داخل الكابسولة في بداية المقطورة للصهريج ومن خلال تأثير العصف على المقطع الأول الداخلي المعدني الموجود داخلها طبعا صار هناك انفجار لثلاثة أجزاء الجزء الأول الذي تكلمنا عنه المقطع الأول الداخلي المعدني الموجود داخلها وبسبب عصف الانفجار تطايرت أجزاء من الصهريج إلى مسافة أكثر من 215 متر إلى الجهة المقابلة عبر سريع القناة وسقوطها في ملعب كرة القدم الخماسي الذي شاهدناه جميعا وأيضا الضحايا الذي سببه هذا التساقط والتطاير لهذه المواد على الملعب الحادث واضح من كل التفاصيل أنه حادث عرضي بسبب الإهمال بسبب فقدان الإجراءات السلامة والأمان ليس فيها أي تفاصيل أو مؤشرات جنائية أو رهابية